ازاي انا احمد عبدالفتاح هنشرح ونتكلم النهارة مع بعض في موضوع دل ونور وزاي نفهم وزاي الدماغنا هي اللي تشتغل على موضوع الرسم مش مجرد ان احنا بنتعلم حاجة ان احنا النهارة حاجة اساسية وحاجة بسيطة بس ازاي نفهمها وازاي نخلي الدماغنا تفهم يعني ايه ضوء ويعني ايه ضغل وازاي نستخدمهم وازاي نقدر ننمي قدرات دماغنا علشان نقدر نفهم صح انا هشرح على الاشكال بسيطة اللي احنا شايفينها قدامنا دي النهاردة وبيدت نتابع واحدة واحدة علشان هنلاقي معلومات مهمة كل شوية في الموضوع ده في الله بينا نرأ البداية هنا مع الرسم لازم انا من مهاراتي في الرسم انا برسم ازاي رسم دايرة وازاي اعملها مصبوطة يعني مش لازم من مرة واحدة ممكن قعد اعمل خطوط كتيرة وامشي بايدي وامسك القلم صح علشان اطلع دايرة مصبوطة علشان نرسم برضو مكعم صح اه ادرب ايدي على ان نرسم خطوط مستقيمة واعرف ايه الخطوط اللي هي موازية لخط اللوحة من بره اللي هو الرأسي وايه الخطوط اللي متهربة للمنظور وايس تحت وفوق واشوف حجمه بالنسبة للكورة قد ايه وحجم الكورة بالنسبة له قد ايه اخلي بالي من الخطوط اللي في السطح اللي فوق ده اللي دلوقتي هي متهربة رايحة للمنظور يعني اقرب جزء اللي عيننا هو الاكبر وكل ما بنبعد بيكون الجزء البعيد صغير بعد ما بخلص المرحلة الاولى مرحلة الرسم هبدأ بعد كده احدد الاماكن اللي فيها للضل بشكل عام والاماكن اللي فيها الضوء بس قبل كده لازم اعمل خط الارض الخط اللي هيتبقى واقف على الاشكال دايما بيكون تقريبا في النص ما يكونش تحت الاشكال نفسها لان الخط ده هو اللي بتبقى واقف على الاشكال اللي انا برسمها هرسم الاول حاجة الكست شادو الكست شادو ده هو انعكاس الكرة على الارض انعكاس الكرة على الارض ده بيختلف شكله على حسب اتجاه الضوء اللي انا برسم منه والمكان اللي انا برسم فيه يعني مسلا لو انا جيت هنا هلاقي الكست شادو ده معكوس على الارض بس لما جي المكعب قرب منه هلاقي انه تحول وبقى موجود على المكعب نفسه يعني ده هو شكل الكرة بالزبط بتشكل على اي حاجة تانية. هنا لو جبت شكل تاني شوية هيكون آآ واخد هلاقي الكاس الشادو ده برضو تحول واللف مع الشكل اللي انا برسمه. فهنا هو موجود على الارض الاول وبعد كده آآ اتنقل بقى موجود على المكعب. فانا رسمته بظبط هو بيكون شربه بيكون ليه حدود متحددة بالزبط. اول حاجة هنا ابدأ في الشادو هي الفاصل ما بين الهفتون والشادو بيتسمر كرشد وبيبقى ماشي مع الفورمة بتاع اي شكل يعني الكرة وبيدون لقيه شكله قوس كده بالزبط. وهبدأ اول حاجة بالقلم الصح ما هعمل لكل الاجزاء اللي فيها الشادو دي بتون واحد. يعني انا هابدأ اتعامل دلوقتي في الموضوع بعد الرسم بالتون. التون هحدده لكزا مرحلة. اول مرحلة هي رقم واحد المرحلة بتاعت او الشادو اللي اي انا بعملها دلوقتي. هابدأ اعملها كلها بلون واحدة. تكون بشكل منظم بردو. والمسافات بين الخطوط تكون واحدة. يعني ما تسيبش مسافات كبيرة فراغ حتى بيضة وحتى فتحة. لا الخطوط المفترض انها تكون كلها اه ورايبة من بعض علشان تديني درجة واحدة كاني انا بعمل ده بفرشة او باعمله برولة مسلا او اي حاجة تديني تغطية للسطح ده بشكل كويس. لنقلم رفايع احنا عارفينه والمفروض ان احنا نطلع بيه تون يعني درجة واحدة. المرحلة دي انا بحب ان انا اطلع اللي هو الجزء الفاتح اللي في الكرة. بالطريقة دي ان انا باخد من الغمق بمندين. وابدأ اعمل بوش للفحم اللي انا عملته ده في كل الاجزاء دي. فانا طلعت كده عندي اول تون عملته التون بتاع الشادو. تاني تون عملته بتاع الهافتون. يبقى انا عندي كده اتنين تون عملتهم في اللوحة. آآ البداية طبعا بتكون عندي يعني بتكون دايما بالتون يعني بحدد اللوحة بتاعتي دي فيها كام تون. هنا عندي واحد بتاع الغمق واتنين بتاع الفاتح. وفي واحد درجة في النص اللي هو السطح اللي فوق ده اللي هو مش قصاد الضوء على طول. ده فوق شوية فيكون درجة تالتة. درجة الرابعة عندي هنا بتاعت الخلفية. الخلفية انا هديها تون غمق قوي لان انا من المفترض لانا لما برسم الحاجات دي بيكون في ضوء موجه على الاشكال. وانا هنا عندي مصدر ضوء جاي من ناحية الشمال فوق شوية. آآ في مصدر واحد. فالمصدر ده بيكون متوجه على الاشكال دي. فمن المفترض ان الخلفية دي بتكون غمقة لان انا مش شايف فيها حاجة ما بيكونش فيها نور. فانا بعملها غمقة وآآ لون غامق بس توني. بقى انا عندي كده حد الوقت اربعة تونيات والتوني الخامس هو توني الارض. لو تلاحظوا انا بعمل آآ بوش للفحم ده عملت برضو معها الارض ان الارض هنفهم انها ازاي بتبقى فيها آآ جريد من آآ وورا بتكون غمقة وكل ما بنقرب من عيننا بتكون افتح لانها بتبقى اقرب لمصدر الضوء. زي ما احنا اتكلمنا ان الضوء بيكون متوزع على الاشكال وورا بيكون ضلمة. كل ما بنبعد بالارض ان الارض دي مسافة هي مش آآ خط واحد هي عبارة عن سطح ليه عمق. وكل ما بتدخل الجوة بيكون التون بتاعنا اغمق شوية صغيرين. بس انا شغال هنا على ورقة بيضة فحافظ على التون بتاعها انها هتكون آآ فتحة مش غمقة. هنا هبدأ بالقلم الفحم هرجع تاني هبدأ انضف الشكل من برا. وابدأ احدده الكورة لوحدها والضوء لوحده. هخلي بالي هنا من حاجة مهمة. آآ حاجة اسمها في هنا ضوء لما بيكون شغالة على حاجة فتحة. الضوء بيخبط في الشكل اللي انا بعمله ده. وبيكون لي حتى فتحة من تحت. زي ما انا قربت الورقة الغامقة دلوقتي هلاقي الجزء اللي تحت بقى غامق. ده دليل ان الجزء اللي تحت ده عامل الارض عامل عليه وخلته فاتح. فهلاقي عندي خط كده في النص آآ ما بين الخط الفاصل اسمه كورشد وخط الفاصل ما بين الهفتون والشادو الاساسي بتاعي الموجود. هو ده اللي بيخليه يظهر الضوء المنعكس او الضوء المنتشر حوالين الشكل عموما. هنا هبدأ اشتغل على الاول حاجة في الكورشدو هبدأ احدده. هو اغمق جزء في الضل اللي عندي. هو زي ما تكلمنا ان هو الفاصل ما بين الشادو والهفتون. هشتغل بنفس الطريقة بتاعت ان انا هشتغل بالقلم في اتجاهات واحدة. بس هنا هتبدأ الخطوط تبقى اقرب من بعضها ليه اقرب لان انا مش هعمل بوش بايدي المرة دي. قوي هبدأ اتعامل القلم تكون خطوطه ونعمل ان انا مش عايز اي خطوط اه شوشة. هنا انا هشرح الكورشدو يعني هنا بياخد نفس بتاع الشكل اللي انا برسم عليه. بيكون اه ليه شكل معين يعني دي سمك معين وتحت كل ده الضل. طيب هنا لا اعتبرنا ان هنا الضل المنعكس تحت هو ده من الارض. اعملي هنا الفتح من خلي الجزء ده افتح جزء في الكورة. طيب هنا في جزء فوق تاني فاتح برضو. طيب ده جاي منين? جاي من حاجتين. جاي من الضوء المنتشر حوالين الشكل لان الضوء ده مش موجه في حتة واحدة بس. فبيلف وبييجي حوالين الشكل التاني. واي شكل بيبقى موجود جنب الحاجة اللي انا برسمها بيعكس ضوء برضو عليه. يعني هلاقي المكعب ده عكس ضوء تاني على الكورة فخلق جزء اللي هو قريب من المكعب فاتح. تمام? نبدأ بعد كده اكمل نفس اللي انا شرحته في المرحلة اللي قبل كده وخلي بالي ان الخطوط دايما تكون قريبة من بعضها ونعمة. يعني هنا مش بنشرح التكنيك للشيد اكتر من احنا بنتكلم عن الشكل الطبيعي والاساسي للتزليل او الشيد عموما يعني. هبدأ اطلع هنا من الكور شادو شوية لفوق افيده ما يبقى الشرب زي الكست الشادو. هبدأ اطلع هستخدم هنا برضو صباعي او منديل او اي حاجة علشان اه افيد شوية الهفتون مع الكور شادو زي ما اتفقنا. اللمعة دي هي ممكن ما تبقاش ظهرة في في الاشكال المطفية يعني او اللي مش بتلمع بتبقى ظهرة في الاشكال اللي بتلمع اكتر هي عبارة عن اللمعة اللي احنا بنشوفها في في اي شكل اللمعة دي بتكون بتتحدد على اساس مكاننا احنا. يعني الضوء والضل اللي احنا اتكلمنا عليهم كلهم دول ما بيتغير شكلهم. لو انا لفت حولين الكورة هلاقي ان مكانهم واحد. لكن دي مكانها بيتغير على حسب المكان اللي انا واقف فيه. يعني لو اتحركت فوق شوية هلاقي هتحركت معي فوق شوية. لو اتحركت تحت هلاقي هتحركت معي تاني. طيب هشتغل جواه دلوقتي. يبقى انا فرقت كل حاجة يبقى انا الاول عملت الشادو كله واحد. دلوقتي هبدأ جوا كل نوع من انواع الشادو اللي انا شرحتهم قبل كده هشتغل. كاس الشادو بيبقى جواه تحت اي شكل يعني تحت الكورة بالزبط. بيبقى الجزء ده مش وصل له ضوء من اي مكان. فبيبقى غامق. بيبقى اغمق جزء. وبيختلف شكله مع اختلاف الشكل اللي انا برسمه. يعني لو شكل كاروي زي الكورة دي. بيبقى الجزء اللي تحت هو عبارة عن غامق تحتها بشكل متفايد. لو مكعب. مكعب ده عبارة عن اسطح سطح فلات. الاسطح فلات بيكون تحتها على طول جزء غامق وخط غامق جدا. الكاس شادو بره اتفقنا انه بيطلع على الاشكال وبيتشكل على حسب اللي انه هو انعكاس او الضل بتاع حاجة على حاجة تانية. هنا هلاقيه هغمقه شوية في الجزء اللي موجود على المكعب. آآ هفتح الارض من قدام شوية هنا. علشان نشوف بس هزبط موضوع التون بتاعي. آآ. اكمل بعد كده في الكاس شادو اللي موجود على المكعب. احدده كويس من بره. واشوف شكله بالزبط. المرسوم ازاي وعمله. الاشكال زي المكعب هنا بيختلف فيها المفهوم شوية. يعني ما بيبقاش عندنا كور شادو فيها. لان ما فيش فاصل ما بين السطح وسطح يعني زي الكرة. كرة فيها كرة ففي ما عنديش فواصل زي فلات زي المكعب. فانا عندي كل سطح واحد فهشتغل في زي يبقى الموضوع مختلف شوية عن الكرة هنا. علشان كده انا شرحت الحاجتين دول المكعب والكرة لانه هما الاساس في ان انا اتعلم من خلالهم. آآ هنا الكاس شادو هيكون ناحية المكعب اغمق من الموجود ناحية الكرة. لان هو بعيد اصلا عن مصدر الاضاءة فهيكون الجزء ده اغمق. آآ والجزء اللي تحت ده الغامق هيعملي برضو نعكاس على الشكل نفسه غامق. اكتر هحدد برضو الاجزاء اللي تحت اتفقنا انها كلها بتكون ضلمة تحت الشكل نفسه المكعب. كله بيكون خط غامق جدا. انه مش وصل له ضوء لانه اكيد فيه فراغ بينه وبين الارض. واحدده من بره كويس. طيب السطح بتاع المكعب اللي هو على جنب ده. الجزء ده اللي هو مسلس اللي احنا شايفينه ده الجزء اللي اصاده فاتح في الارض. فالارض عكس عليه. برضو ابيض من الارض بيضة. فبقى عندي افتح جزء في المكعب هو الجزء اللي تحت ده الزاوية ناحية الشمال. لان اليمين ناحيته ضل. وفوق اليمين تحت ناحيته ضل وفوق ناحيته مفيش اي ضوء ممكن ييجي ناحيته. تحت هو الجزء اللي عكس عليه ابيض من لون الارض. السطح اللي فوق ده بيكون اغمق جزء اللي هو قريب من العين بتاعتنا وكل ما بنبعد بيكون افتح. هبدأ برضو بعد كده السطح الفاتح. هبدأ هنا مختلف الموضوع شوية. انا كل الحاجات اللي فاتت عملتها بغمق. هنا هفتحها. سختم الاستيكا. بان انا ابدأ اعمل فاتح من فوق. وهينزل لتحت. اغمق شوية. احدد الكرة اكتر. آآ من برا كل ما هنخرج هنلاقيها فتحة شوية. على الحدود بتاعتها ارسمها كويس جدا. حاول اعمل برش. للاصطح بتاعتي دي علشان ما يكونش فيها نويس او نقط كده بيضة. انا مش مش محتاجها لان المفترض ما يكونش فيه ابيض جوال فاتح ايه جوال غامق عموما. هنا الارض هابدأ اعمل اللي انا اتكلمت على انها بتكون من بعيد اغمق وكل ما بنقرب من الجزء اللي احنا واقفين منه او من عيننا هتكون افتح شوية. فهبدأ هنا الشغل بالقلم هيكون قلم شوية هارد علشان ما يطلعش معايا درجة غامق قوي وما دوسش على الالم قوي. وابدأ ازلل من بعيد القريب من غامق الفاتح. واعمل لهم برضو بالنفس الحركة بتاعت المنديل لان انا مش عايز اي خطوط تبقى موجودة فيها هنا. لان انا بتعامل هنا مع تون. انا بتعامل مع الالم الفحم. هنا دي انا بعمل بالمنديل او بصباعي لان انا بتعامل مع الالم الفحم. كأني برسم بفرشة مسلا بفرش مساحة لون او كأني باستخدم ورق ملون رماضي واسود. وبلزق ورقة سطح كامل. فانا هنا محتاج اتعلمي عن ايه تون دي اول حاجة. نبدأ اكد برضو على الغامق اللي من فوق في السطح البعيد بتاع المكعب اللي هو اغمق سطح فيهم. هشتغل هنا في الكورة هبدأ احدد السطح بتاعها بالزبط واكد على الغامق بتاعي اكتر. اراجع الاشكال القصادي. اشوف انا كنت شغال ازاي? وابدأ احط التفاصيلات النهائية. هنا المرحلة اللي انا اشغال فيها دي تعتبر يعني اعتبر او مش مرحلة نهائية قوي بس انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اوصل لكم موضوع الضوء والضل ازاي? ابدأ اعمله وازاي اعمل صح? وازاي? اه افهم الحاجات دي لان انا بعتمد في شرح عموما على ان انا افهم. افهم ده هي خليني ما عودش انقل من صورة او انقل من حاجة قصادي وانا مش فاهم مجرد ان انا بنقلها زيها بالزبط. ده من المهم ان احنا نفهم لان الرسم بالمخ مش بالايد. فلو انا فهمت الحاجات دي والنظريات كلها المعتمد على اساس ايه? في الرسم. هابدأ اه اعرف اه استخدم خيالي اه اشتغل من خيالي عادي اشتغل من دماغي. اه بقى فاهم اللي انا بعمله. مش مجرد ان انا بنقل وخلاص. فالطرق اللي انا بتكلم فيها دايما لمتابع فيديوهاتي على طول او اللي بيشوف الحاجات دي. هيلاقيني دايما باشتغل بالطريقة ان انا بشرح النظرية بتاعت كل حاجة وازاي نفهم الاشكال وازاي نفهم البنى وازاي نفهم ان احنا نرسم بطريقة صحيحة. آآ ياريت اكون آآ وصلت لكم معلومة كويسة. آآ تكونوا اصابتوا بالفيديو بتاع النهاردة. عايزين نطبق الموضوع ده. هسيب لكم الصورة اللي انا رسمت منها في في الشرح تحت ممكن تنازلوها.